السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصدقائي شلونك والله اتكال عافية معكم محمد من قناة عزب مافلت اصدقائي بفيديو جديد وحلقة جديدة وكمان اليوم معنا فيديو داخل السيزن 13 راح نشوف جميع الاضافات مع جميع اسكنات الاسلحة ولا فيديو طالعنا عن اسكنات الاسلحة ولا شوفوا اسكنات الاسلحة بالفيديو بالكامل بالسيزن 13 وهلا شباب صار في مشكلة باليوتيوب مع بوصل الاشعارات يعني صار في اخطاء باليوتيوب باني اليوتيوب جميعا حواء العالم يعني مع بوصل الاشعارات فريد ذلك شباب بعد اذن كن الموصل الاشعار يطف في جرس التنبيهات رجع يشغلو يعني الغي اشتراك اشترك وعملونا لايك لان ازا انت عملتنا لايك الناس اللي ما وصل الاشعار راح يوصل خلينا نساعد على الموضوع شباب حقا انا عبضيع ان كان انتو ولا كان نحن يعني احنا همتعذب بالفيديو وعمجبكم كل شي جاهز شباب ونحن يعني عبضيع حوانا من ناحية المشاهدات بهالخطأ اليوتيوب اللي صار فتعاوا مني ومنكم شباب بعد اذن كن عملو اللايك وما وصل الاشعارات للكن يفعل زر الجرس من اول لجديد يلا شباب خلينا انتو الى داخل السيزن 13 طبعا شباب هلا الفيديوهات اللي راح تشوفوه ان شاء الله صارت دائما من داخل السيزن 13 مع التأكيد matt الاسباتات اللي داخل الفيديو التسريبات هلا صان يوم يمااتفيديو ما عبطل لعنك اليوم فيديو صين يوم مطلعت فيديو حتى وصل لي تسريبات جديدة ما عبطل علي نفس الفيديو عبستل التسريبات ما يكون شايفين تسريبات جديدة يعني هلا بلا شنينزل معنا التسريبات داخل سيزن 13 السلاسة اللي قتق اطلع عالمقارب اللقاءquèل مقرب كورونا والآآ يعني طالع اشارات فوكهية كله وقفت هالله شباب بما انه صار فيه تسريبات شاين عبز الاشخاص اللي عبتسألني عذاب ازا بدك تنزلنا عن سلسلة كورونا ان شاء الله بدي ارجع عليها بازلة تعالى. والله شباب عندي الساعة ساعة خمسة ونص. رح ينزل فيديو ايضا ما بعرف. بس المهم الساعة سبعة رح يكون بس مباشرة على الفيسبوك. على الباب جي. رح نسيب مسابقات وبطولات. وبتعرفوا اللي بحضرني على الفيسبوك. آآ بيعرف الموضوع. ما بحضرني. بتمنى شباب تحضروني على الفيسبوك رابط حسابي الفيسبوك تحت الوصف. وللتواصل الاعلان شباب رابط حسابي لانستجرام برد عليه خلال 24 ساعة بشكل يومي شباب برد عليه اكتر شيء بالليل. على الرسائل المهمة. طيب. هلا شفنا اللوجو السيزن 13 من داخل السيزن 13 والله معنا هدول اسكنات الاسلحة اللي رح تصنى. وسكن الميتور اللي نزلت عليه في ودو شرحنا عليه شرح كامل. وقالت للناس يا عزب هدا ما را ينزل الا بنسخة الصينية. لا شباب راح ينزل بسيزن 13. طرش وبطالة علينا هدية ومحطوط عليه كمان سيزن 13. مع الاسكن اللي حاليا ما بنعرف فيه هلا اسكنين. هدا الاسكن راح يطلعنا اسكن راح يطلعنا اسكن تفتيح باكجات او دولاب حس بتوقع هو راح يطلع تفتيح باكجات. لان اسكنات الاربي هني معروفين هنا اسكنين هو اسكن الثلجي وسكن النار اللي نزلون. وفي عنا هون كما بالوسط ميدالية اللي بتتعلق على تشنطة هو لسيزن 13. طبعا قبل ما اه اطلع واسه لكم هالفيديو شباب تأكدت من هالموضوع ها وتأكدت كتير انا بهالموضوع الفيديو وشو محتوى حتى اللغة حاوت الانجليزية حاوت اترجمها شوي. حتى في متقدر المستطاعش اواصلكون الفكرة مزبوطة وصحيحة مية بالمية متما يكون شايفيني قدامكم شباب. طبعا هدو هون السكنات السيزن الاربي مية شباب. سكن الثلجي وسكن الناري. وكل هالشي ما منع لشباب انه سكن الاربي مية. لحد الان ما تبين معنا سكن الاربي مية لان فيه كتير سكنات. بس تبين معنا ان هاد عندك بالسيزن الواحد والاثنين تختار انت الثلجي والنار. وحكينا بعض الموضوع قبل هذا الشي. وعننا هدا كمان السكن كمان. وتلكون شباب. رح تطعنا دولها بحظ. رحية شخصية ما منعرف. حاليا نحن داخل السيزن التعطاش بس ما منعرف الشي الاكيد. مشان ما اقول لكم شباب هاد هو هاد سكن الاربي مية واخي ما يطلع هو. لا شباب نحن علينا. آه نشوف السكنات ونشوف الاضافات اللي يضافون ان شاء الله بالسيزن التلتعاش بس بالنسبة الي شباب هو سكن النار والثلجي سكنات رائعة. طيب معنا كمان هاد السكن البراشوت اللي بتاخده انت بالموسم كمان مجاني شباب. بتحصي عليه مجاني. وهذا حكينا على الموضوع قبل سابقا. ما عندك سكن سافي سكن سلاح وسكن قناع كلاهاته بتاخده ان مجانيات بالسيزن تلتعاش. طيب وعن هاد القناع كمان ما كون شايفينه. كما دول بتاخده ان بالموسم. في من كون شاف التسريبات هاي في من كون ما شافه. طبعا. وفي عنا هون كمان الرأسة اللي تأكدت. طبعا هون في رأسة سلاسية شباب. حكينا على الفيديو السابق. عرضنا فيه جميع الرقصات شباب اللي ما شاف الفيديو اللي عب وصلها عندي لهالمرحلة هاي. وما شاف الفيديو ينزل تحت وصف ويدخل على القناة ويشوف الفيديو هاي شباب. عنا هون الرأسة الثلاثية اللي راح تنزل كمان رأسة هي بسيزن تلتعاش. مبعا شباب. هي قادي التجريب هي انا عرضت بهذاك الفيديو بنسخة البيتا. نسخة البيتا بسيزن تلتعاش. وهي الصورة الخلفية اللي شايفينا وراها شباب هي الخلفية. اللي ستكون كمان جديدة. ان شاء الله. يعني في او اه اضافات كتير اوية على خريطة ميرمار. اللي راح تنزل بتحديس صفر بونت اتمنتاعش بونت صفر. والله هي كمان معروضة عنا بها الفيديو هاد. مع الاضافات والاسكنات اللي شافناهن باول فيديو الى حد الان. هون في رأسات. طبعا فيه جليتش بهالنسخة هاي انا اصلا نسخة البيتا. في جليتش. في عنا الرأسة شباب. طبعا الرأسة عاوية هي. رأسة كتير تعبانة. ما عاجبتني الرأسة انا ابدا شباب. بتكتبولي تحت بالتعليقات اراكم واقتراحاتكم عن الرأسات هاي. في ان في رأسات آآ تعرضتم بعداك الفيديو كانوا رأسات كتير رائعات. بالسيزن تلتعاش راح ينزلوا. وتلكم وبرجة بقالكم شباب هدول الرأسات اللي راح ينزلوا معنا. اللي عرضناهم بعداك الفيديو. بهالفيديو هالله شايفونه مارينز وكلو بالرويال باس. الرأسات اللي ما حلوة اذا اطلع لكم. سوقوا تماما شباب. والرأسات الحلوة راح تكون بتفتيع بقجات. اكيد مية بالمية. طبعا عنا هدا كمان البقج. في عنا وتات سكنات. هدا سكين راح يطلع لك عادي. هدول سكنات عبقوله اني كنا سكنات الاربي مية. وعنا كمان هدا البقج بوقت انت بترتفع. اه كل ما بارتفع من مستواك. اه بتحصل منه ميتين ليفل يعني اتنين اربي. بتحصلوا هدا البقج الجديد. وطبعا عرضت لكم انا كمان بفيديو كامل يعني بكل فيديو عرضت لكم شغالات كامل هل جميع السكنات مع كيف فيه طلع الصندوق وكيف بطلع عاقي الكيل وابتقتل الشخص متل سكين الانفور وابتطوره كمان عرضت لكم السكنات. سكين الدي بي وسكين الانفور. كلها تعرضت لكم يوم مع السكنات. طبعا في عنا هون كمان سكين. واو شبابها السيف. شوف شبابها السيف هدا. طبعا هدا مت ما كون شايفين شباب راح يكون بتفتيح بقجات. بدال السيف اللي طلع معنا بالسيزن التاسع هو افضل سكين اربي مية هو السكين السيزن التاسع. وعنا كمان هاي شباب مت ما كون شايفينها. هو اسلاح الاي كي ام يعني السكين وعنا الانفور. ما كون شايفين. الانفور. الاسكار تحتو هدا الانفور. ما كون شايفين كمان فيو اسكن سلاح شباب. كله معروض معنا داخل هدا الفيديو هدا الانفور. في اسكنه عنده اسكن برتقاليا شباب برتقاليا. اسكن البرتقالي بكون برتقالي بشكل كامل. متل اسكن الاي كي ام بالفوق. اسكن الام ميتين وتسعة واربين. كمان راح يكون معنا ان شاء الله تفتيح بقجات بالسيزن 13. او راي يكون بتحديس 0.18.0. هون الحدث المهم اللي يكون عليه دولاب حظ. شباب هو الاي كي ام مع الاسكن. الرجل الهيكل عظمي. ما بعرف شو شباب. المهم يعني دي يكون في حدث كتير كبير من شاء الله راح يكون. بس باتوقع هدا الحدث راح ينجب تحديس 0.18.0. طيب كمان وعنا هون المنبخشين. كمان اسكن المنبخشين شباب متن ما كون شايفين. قلو تطويرات قلو طبعا هنده الليفل اتنين شباب متن ما كون شايفين. كيف طلع معنا وانت بتقتل اللاعب كيف طلع الكيل. هون عبطل عنا الكل. بعد ما انت بتقتل اللاعب. والله شباب عنا البومبخشين شباب ما له اسكن متل عهو هدي. يعني اسكن هات كتير ضعيفة. طبعا نسكن المنبخشين مع هدا الاسكن هاد. هاد دولاب حظ راح ينزل شباب. راح ينزل دولاب حظ مية بالمية. على كل حال شباب هدا كلمة هنالك على الفيديو اليوم. اراكم اقتراحاتكم كتير بتهمني بتاعت بالتعليقات. واتلكم مقدمت الفيديو. بتمنى شباب تعبونا اللايك. كن مع بصول الاشعار. يلغزر الاشعار يلجع. الفعله وسين يصلك اشعار اول باول. يلا شباب هدا كلمة على الفيديو. اراكم اقتراحاتكم. مش فتحت بالتعليقات ولا تنسوا تجو الساعة سبعة. على البس مباشرة على الفيسبوك. دان الفيديو كاماكم اخوكم بالله محمد. تابع قناة زمافيا والسلام عليكم ومطلوعه وبركاته. اشتركوا في القناة.